تابع فريق مؤسسة حياة كريمة خلال جولته في قرية البصرة محافظة أسيوت آخر تطورات عمليات تنفيذ المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع حيث تفقد فريق حياة كريمة مشروع مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وتطوير مركز الشباب بالإضافة لعمليات إنشاء وحدة الإسعاف بقرية البصرة وأعمال تبطين الطرع وعمليات تنفيذ كبري على طرعة الصنطة وكبري آخر يتم تنفيذه بحمولة أربعين طن